تشكيل الحكومة سيناريوهات كثيرة ستكون حاضرة أمام عضاء مجلس النواب التونسي في أولى جلسات المجلس بعد الانتخابات جلسة من المنتظر أن تشهد انتخاب رئيس مجلس النواب وأن يكون لها تأثير على مصاري مشاورات الحكومة أول تلك السيناريوهات تتمثل في نجاح حركة النهضة في تكوين أغلبية تمنحها بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب رئاسة الحكومة بناء على المشاورات الجارية منذ نحو ثلاثة أسابيع لكن هذا السيناريو سيكون صعب التحقق والسبب أن النهضة التي تضع عينا على المنصبين لن يكون بمقدورها بحسب مراقبين الظفر بهما معا فالحركة سجلت تراجعا كبيرا في عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية بعد أن حصدت 52 مقعدا من أصل 217 وهو عدد لا يتيح لها تشكيل أغلبية بمعزل عن باقي الكتل في البرلمان مأزق تجد الحركة نفسها في مواجهته بعد أن صارعت أحزاب كثيرة لتأكيد عدم دخولها في أي ائتلاف تكون النهضة أحد أطرافه وعلى الرغم من إعلان النهضة رفضها التحالف مع حزب قلب تونس صاحب المركز الثاني بحجة وجود شبهات فساد تلاحق بعض قياداته فإن خبراء في شأن تونسي لا يستبعدون توجه الحركة للتحالف مع الحزب الذي يقوده المرشح السابق لرئاسة نبيل القروي بعد فشلها في التوافق مع أحزاب أخرى كالتيار الديمقراطي وتحيا تونس ويرجح خبراء في مقابل هذا السيناريو أن تفشل مشاورات النهضة مع باقي الكتل السياسية في تشكيل الأغلبية داخل الآجال الدستورية المحددة فإصرار الحركة على الجمع بين منصبي رئاسة الحكومة ومجلس النواب قد يزيد من عزلتها السياسية خاصة بعد تمسك مجلس الشورى الحركة بطرح راشد الغنوشي مرشحا لرئاسة مجلس النواب معنا من تونس الباحث السياسي المنجي الخضراوي أهلا بك سيد المنجي الخضراوي هل تونس أمام سيناريوهات مفاجئة حين يتعلق الأمر بتسمية رئيس الفرلمان؟ نعم هناك العديد من سناريوهات والاحتمالات خاصة أن حركة النهضة مصرة على أن يكون أو تكون رئاسة مجلس النواب نصيبها ومساء اليوم أصبحوا يتحدثون عن إمكانية ترشيح راس الغنوشي أصلا لرئاس الحكومة وهو ما يعني أنها بسدد الاشتغال داخل مجلات المناورة يعني حركة النهضة من غير ممكن أن تكون لها الكتلة القادرة على أن تتحصل على منصب رئيس البرلمان ثم رئاسة الحكومة وهي تدرك أن لديها أغلبية أقلية أنصح التعبير هذه الأغلبية غير قادرة على أن تحقق الأصوات المطلوبة داخل مجلس وها 109 أصوات وحسابيا فأنه ليس أمامها إلا الاتفاق مع بقية الأطراف وخاصة حزب قلب تونس الذي رفعت أمامه لآت سابقا أنها لن تتحالف معه أيضا أمامها التيار الديمقراطي والتيار الديمقراطي له شروطه حركة الشعب أيضا لها شروطها قد تلتقي مع تلاف الكرامة الذي بدأ مؤخرا يضع مسافة نقدية مع حركة النهضة ولكن عموما هي غير قادرة إلا إذا اتفقت مع بقية الأطراف وبالتالي فإنها مجال المناورة التي تستعملها هو مجالات مناورة دقيقة 90 أنصح التعبير أو الدقائق الأخيرة فليس أمامها إلا الاتفاق مع بقية الأطراف المنجي الخضراوي نرى بأن النهضة رشحت راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان ما زال مرش حركة النهضة لتشكيل الحكومة مجهولا لماذا هي مهتمة بالبرلمان؟ ما الذي تحاول النهضة تغييره من وجهة نظرك في هذه المرحلة المقبلة من الحكم خصوصا أن البرلمان يسن القوانين ويتخذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالبلاد بالضبط هو فعاليا مجلس النواب أو البرلمان هو السلطة التأسيسية والسلطة الأساسية وهي التي تشرع وهي التي توافق على القوانين ولها التدخل في كل السياسات وبالتالي هي التي ستحدد وانصح التعبير النمط وطبيعة المجتمع التونسي خلال الفترة المقبلة الآن أصبحنا نستمع من حين إلى آخر إلى أحداث صندوق زكاة وبدأ فعاليا رئيس بلدية تلكرم أحدث هذا الصندوق وهي ممارسات خارج الدستور هناك رغبة فعلا في تغيير طبيعة المجتمع أو المنوال الاجتماعي والدخول من خلال القوانين ومن خلال الثقافة ومن خلال التعليم ولكن أعتقد أن راشد الغنوشي في هذا السن هذا السن يضع نفسه ربما لمصلحة أي مشروع طبعا النهضة كانت في الحكم مدة طبعا مشروع على الإسلام نعم كانت في الحكم بشكل أو بآخر عفوا نعم مشروع على الإسلام السياسي لا يزال قائما ولا يمكن نفي طموحات الإسلام السياسي في تونس من أجل إقامة دولة قريبة منه هذا لا يمكن أن فيه من يسعى أو يرغب في ذلك حقيقة ربما يخرج عن إطار الموضوعية موضوعيا حركة النهضة لا تزالت تدافعا أمثولة الدولة الإسلامية وهذا لم تغيره بل حافظت عليه وأكدته في مؤتمرها الأخير وموجود في لوائحها العامة وسياسية وهذا لا يمكن نفيه إطلاقا وإن وجدت الفرصة فإنها لن تتراجع ربما اتخذت وسائل التماكن وشبه راجل غنوشي تحالف النهضة مع نداء في تونس في فترة ما مثلا المراكم الذي يقترب من خصمة لتفادي ضربات هذا ما جرى اليوم والآن جاءت الفرصة طيب سيد المنجي الغدراوي بما أنه الآن جاءت الفرصة ومعها حليف تقريبا على يمينها الآن هناك من قبل النهضة محاولات أيضا الاستلاء على الحكومة وأن يرأس الحكومة شخص من النهضة لدرجة أنه كان الغنوشي مقترح أنه يرأس الحكومة ثم جاء قرار ترشيحه للبرلمان في حال حدث هذا الأمر كيف سيؤثر على الرأي العام في تونس أولا مبدئيا لنتفق أنه حسب نتائج الانتخابات فأنه يحق لحركة النهضة أن تكون هي التي ترشح الشخصية لرئاس الحكومة حسب دستور ويحق لها الترشح لمجلس النواب بل هناك قيادة في حركة النهضة ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر أن ترشح رجل غنوشي رأس البرلمان هو فضل على تونس يعني إلى هذه الدرجة بلغ الأمر ولكن أعتقد أن التونسيين ربما فيهم من ساند حركة النهضة فترة ما ولكن السياق وطبيعة المجتمع التونسي يرفض الانزياح نحو تلك المشاريع التي حتما سوف تؤدي إلى العنف إذا تم الإصرار على وضعها قصرا واليوم هناك إشكاليات تعتقد أنها أخطر بكثير من رغبة حركة النهضة في السيطرة على البرلمان أو الحكومة وهي الإشكاليات الاقتصادية والإشكاليات الاجتماعية سوف يكون جامف المقبل جامف ساخنا تقاريد الشعب التونسي في جامف الاحتجاجات مع الوضع الاقتصادي الصعب مع نسبة التضخم مع أن تونس مطالبة بدفع 4500 مليون دولار كديون وبالتالي فأنا نجده أنفسنا أمام أزمة اقتصادية خانقة شكرا لك مونجي الخضراوي من تونس شكرا شكرا